مرحباً أنا جمانا وجئت أخبركم بقصتي لقد أخبرتكم فيما سبق بأنني خالفت أمر والدي وتزوجت بابن عمي لكن الأمر انتهى بطلاقي أدت إلى ممارسة عملي كطبيبة جراحة وقررت ألا ألتفت للماضي وبعد مشاورات مع عائلتي قررت زيارة خالي أبو قصي وقضاء بضعة أيام هناك رفقة ابنته صفاء حتى تتحسن أحوالي خاصة أن بيته قريب من المفتشفى الذي أعمل به اتصلت بصفاء فقالت مرحباً بك يا حبيبتي لقد جئت في الوقت المناسب فهناك الكثير لنحكيه حسناً سآتي حالاً إذن وبعدها ذهبت مباشرة إلى بيت خالي فتحت صفاء الباب وقالت مرحباً مرحباً يا جمانة لقد اشتقت لك كثيراً وأنا كذلك لقد حدثت بعدك الكثير من الأمور وسأخبرك بها لاحقاً أما الآن فأريد منك أن ترافقيني للتسوق كم أحب التسوق انتظري لحظة لأسلم على والدتك وسنذهب معاً تجهزت صفاء وسلمت على خالتي أم قصي ثم خرجنا للتسوق واشترت كل ما تحتاج وفي طريقنا إلى العودة رأيت شخصاً مألوفاً لم أستطع تذكره لكنني متأكدة أنني أعرفه أما هو عندما رآني أدار رأسه وتحاشاني نظرت إلي صفاء وقالت جمانا فيما تشوردين هل تعرفين من ليث فشأة تذكرته نعم إنه هو ليث الذي كان مع العصابة التي اختطفتني كيف لي أن أنسى هذا الوجه لا ظننت أنني رأيته من قبل لكنني لا أعرفه هيا أخبريني الحقيقة إنني متأكدة أنك تعرفين فهو وقاطع كلامها رانينو هاتفي أجبت بسرعة مرحباً حسناً سآتي حالاً ما الذي حصل؟ لا أدري مدير المستشفى يريدني حالاً أرجوكي خذ الأغراض إلى البيت وعندما أنهي مهامي سآتي حالاً توجهت إلى المستشفى بعقلي مشوش كيف لصفاء أن تعرف ليث؟ وما الذي كانت تريد قوله؟ ولما سأعرف أنا ليث برأيها؟ دخلت إلى المستشفى وتوجهت نحو المدير مرحباً أهلاً بك يا جمانة أعتذر منك لأنني أحضرتك في يوم إجازتك لا بأس أتمنى أن يكون أمراً مهماً حقاً لا تقلقي هي دقائقاً فقط وتعودين إلى إجازتك وسأعودك بيوم آخر حسناً هذا من كرمك عليك استقبال طبيب جراح جديد لقد جاءني تقريراً عنه وطلبوا أن تكوني وصية عليه حتى يتعود على العمل هنا حسناً لكن لا يمكنني اليوم فلنبدأ غداً أعلم ظروفك لذا سأسمح لك بذلك سمعنا طرقاً على باب المكتب أدخل لم أستدر لأرى الطارق ولكنني انتبهت للمدير وهو يقول ها قد جاء طبيبنا الجراح أخيراً مرحباً بك يا دكتور استدرت لأتفاجأ بالقادم ليث إذن فأنتما تعرفان بعضكما جيداً هذا سيسهل عملكما تقطأ ليث رأسه خجلاً وتداركت أن الوضع لا أعرفه أبداً من هو؟ ضحك المدير وقال إنه طبيب جراح مثلك تماماً لقد كان في إجازة وتم تغيير مستشفى وتعينه عندنا وبدأ المدير بإخباري بتوصيات عن ليث وعن أنه شخص مميز بينما زاد تشوش عقلي كيف لطبيب جراح أن يكون في عصابة؟ أين أخلاق الطبيب؟ انتهى الاجتماع وغادرت إلى بيت خالي وجدت الصفاء بامتظاري أخبرتها أنني أريد أن أكلمها جلسنا سوياً وقلت هل تعلمين لما اتصل المدير؟ خيراً ما الذي حصل؟ قد جاء يعرفني بليث الذي التقينه صباحاً أخبرتك بأنك رأيته من قبل فهو بنفس تخصصك لكن مهلاً كيف عاد للعمل؟ ما الذي تعنينا؟ أخبرني أنه كان في إجازة وانتقل إلى هنا مباشرة أي إجازة؟ المسكين كان بلا عمل يركض بين المحاكم ما الذي تقصدينه؟ سأخبرك بقصته لقد كان جراحاً ناجحاً رغم صغر سنه وفي أحد الأيام جاءته مرأة حامل وكان عليه أن يقوم بعملية قيصرية لها بسبب غياب طبيبة النساء لكن المسكين لم يوفق في ذلك وماتت المرأة وجنينها بسبب نزيف حاد لم يستوعب أهلها ذلك واتهموه بأنه طبيب فاشل ومقصر في عمله ولم يتوقفوا هنا بل رفعوا دعوة قضائية ضده وجعلوه يطرد من عمله يا إلهي كل هذا من الغريب أن يفشل أي طبيب في توليد إمرأة حتى الأطباء الغير متمكنين يستطيعون فعل ذلك بسهولة نعم وهذا ما جعل العائلة تنطفد خاصة أنها ابنتهم الوحيدة وكيف عاد إلى العمل الآن؟ لا أدري لقد كانوا يتداولون إشاعة بأنه يسرق أعضاء المرضى ورغم كل ما حدث وكل ما يقولون إلا أنه معروف في منطقتنا بأخلاقه وطيبة قلبه تقطأت رأسي وبقيت أفكار فعلا يمكن أن يكون من سارقي الأعضاء فرغم كل شيء أنا تعرفت عليه في عصابة لكنه أنقذني لو كان تاجرا للأعضاء لكان بدوني رحمة وربما لكان قتلني وأخذ أعضائي زاد صداع رأسي فذهبت لأنا مرت الأيام في المستشفى هادئة أصبح ليث كظل لي فقد جعلني المدير وصية عليه حتى يستطيع العمل بمفرده ولكن رغم هذا فقد كنت حذرة جدا وأحسب ألف حساب لكل تحركاته وبالمقابل فقد كان هو شديد الخجال وكل ما رآني تحاشى النظار إلي وبعد شهر تقريبا أصبح ليث يتعامل بتلقائية وأصبح مفعما بالطاقة وفي أحد الأيام وبعد أن أنهينا عملية جراحية وعندما رأيت براعته في ذلك سألته هل يمكنني أن أسألك؟ أكيد فأنا أنتظر سؤالك منذ أن رأيتك هنا ما الذي تقصده؟ كنت أريد أن تغيري نظرة اكتجاهي إذن لما لم تبرر أفعالك؟ كنت أنتظر الوقت المناسب وقد جاء إذن أخبرني أولا كيف انتهى بك عضوا في عصابة؟ هل بعد فشلك ومحاكمتك؟ أم منذ بداية نشأتك؟ ابتسم بحزن وطأتأ رأسه وقال لما تمت محاكمتي كان كل شيء ضدي قد حدث للمريضة نزيف قبل الولادة ولم أستطع أنا وفريقي إيقافه رغم كل محاولاتنا حتى فقدناها وفقدنا جنينها ببطنها لكن أهلها كانوا ذو مكانة مرموقة وكان لهم الكثير من المال لذا فقد كانت نهاية المحاكمة واضحة عندما تم تشريح الجثة اكتشفوا أن المريضة كانت مصابة بالسرطان وقد انتشر في كامل جسدها بل وحول جنينها وكان نجاح العملية مستحيلان حينها وجهتهم بالأدلة قاموا برشوة القاضي وتم إقصائي من عملي أكملت كل أموالي على أتعاب المحامي وبقيت لي جلسة واحدة أخيرة وبها ربما أستطيع العودة لعملي ولكن للأسف لم يتبقى لي أي مال نصحني ابن عمي بأن أكون معه في عصابته وأن نقوم بسرقة سيارة رفضت أولاً ولكنني علمت أنه إن لم أدفع أقصات هذه الجلسة فسينتهي بي الأمر في السجن لذا وعدت أنني بعد عودتي للعمل سأعيد ما سرقته مهما كان ولكن عندما رأيتك تذكرت أخلاقي كطبي وقلت أن دخولي للسجن أهون عندي من أذية إنسان تركتك تذهبي وعدت إلى بيتي وانتظرت أن يتم أخذي إلى السجن لا محالة ولكن في الصباح اتصل بي المحامي وقال أنه تم تغيير القاضي وأبطل الدعوة الخصوم وسيتم تعييني في أقرب وقت وها أنا الآن أمامك وأعيدك أنني سأعودك عن السيارات التي فقدتها فرغم كل شيء أنا كنت معهم قصتك غريبة لا ترجع شيئاً فأنت لم تذنب أبداً أريد أن أصارحك عندما رأيتك أول مرة تحرك بداخلي شعور غريب الآن فقط عرفت ما هو ما الذي تقصده؟ هل تقبلين بي زوجاً؟ ابتسمت وقلت سأفكر وافقت على عرض ليث وتزوجنا بعدها بمدة قصيرة وأنا الآن أعيش بمنزل قريب من منزل خالي ليث جعلني أنسى حسان والماضي الذي عشته معه ترجمة نانسي قنقر